السلام عليكم من قناة سماس بورت بعد تعيين الكابتن غسان معتوق مدربة لمتخب سوريا يا حل ترى شو رح نحضر لكاس اسيا الفيلم 23 المباراة الويدية المعسكرات القادمة كلها تفاصيل رح نحكي به الفيديو ان شاء الله وتعالى وبتمنى تدعمونا الفيديو بلايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا من زر الجرس واكتبونا التعليق حلو على الزوق ومثل ناشرته تم تعيين كابتن غسان معتوق مدربة لمتخب سوريا والكابتن اياد مندو الاسم الغني عن تعريف مدير المنتخب والكابتن موفق فتحالة اداري للمنتخب طب خلينا نحكي شوية تفاصيل عن الكابتن غسان معتوق موفق فتحالة كان من ايام فاي دباس فاي جبراهيم باعتقادي كان مع ايمن حكيم كمان ولكن الامر بستدعي الدهشة يا حل ترى ما طلع عنا اداريين تنجرب اللي مجربين سوريا بطولها وعرضها بخباراتها الكروية باشخاص المعنيين ماضل عنا غير موفق فتحالة يا جماعة انا ما في بينوا وبينوا مشكلة حكيتها للمرة الالف بكل الاشخاص اللي عم انتواجدوا انا ما عندي مشكلة معاهم ولكن الامر الغريب كل هالاشخاص جربناهم قبل وبنرجع ما نجربهم طب مثل ما حكيت ما ضل عنا اداريين ما ضل عنا خبرات طب هون الجمهور اختلف بشكل كتير كبير الجمهور مورد وموفق فتحالة كان مع المنتخبات السابقة والامانة بكل الفترة طول اللي اشتغلت اشتغل فيها مع المنتخب ما يوم واحد صار مشكلة جوازات ما بعرف شو من هالكلام اللي عم نسمعوا بالاخر الفترة الزلمي عم نشتغل بمهامهم بشكل احترافي والجميل جدا هذا رأيي هلا اكيد رح يكتبه بالتعليقات انت ما بتفهموا انت من هالكلام انا مجرد عباطي رأيي وبرجع بكرر انه ماضي الاداريين عنا غير موفق فتحالة هو كان بنادي الحرج اللي حاليا واستدعوه للمنتخب فانتو اكتبوا لي بالتعليقات تعليقات مفتوحة للكون ولكن بدون ايساءة يا جماعة الخير بدون ايساءة التعليقات مفتوحة واما بخصوص المدرب كالكابتن غسان معتوق انا حكيت بفيديوهات سابقة انا كنت بتمنى انه الكابتن غسان معتوق يكون مع المنتخب الى ما بعد انتخابات اتحاد الكراب هون خلاص بيجي اتحاد الجديد المؤقر الكريم من هو بما حتى بيعرف بيختار المدرب البدوية خلاص انتهى ما بدأت تنين حكوه فيها على الفكرة يعني ارجى القرار وافضل قرار من سنتين او ثلاثة سنين حتى اليوم تعيين الكابتن غسان معتوق مدربة لمنتخب سوريا طبعا فترة مؤقتة والكابتن غسان معتوق كان مساعده لفجر ابراهيم لنبيل معلول لنزار محروس لتيتا يعني بيعرف كل اللعيبة بيعرف كل خبايا المنتخب والكابتن يادمندوه مثل ما حكينا اسم غني عن تعريف اسم كبير كلاعب بينادي الكرامة ولاعب منتخب سابق اسم غني عن تعريف انا ما رح احكي عنه شي والنقطة التانية والاهم تعرفوا شو هي شو عم نحضر لكاس اسيا الايام عم تنضي لبين ما يجي اتحاد الجديد رح يضل عندك عشر تشور تمام عشر تشور مسموح لك بأيام الفيفا بأيام الفيفا انك تلعب عشر مباراة فقط عندك عشر مباراة من هون لكاس اسيا 2023 يا هل ترى انحنا شو عملنا بغض النظر ان كان المدرب موجود او منه موجود وبغض النظر ان كان الاتحاد الجديد موجود او منه موجود اليوم شو روز نعمت اللجنة المؤقتة مثل ما حكينا عندك عشر مباراة بأيام الفيفا يا هل ترى انحنا مع مين حكينا مع مين اتفقنا مع مين رح نلعب والله كالعادة قبل باسبوع بنهارين ثلاثة نحكي مع المنتخب يا منتخبنا الحبيب بدأ نلعب مباراة ودية مع اليابان استراليا اللي هو هذا الكلام احترافي الشي لا والله ما انه احترافي بدك قبل والله يطلع على الثاني شعر وانا بقل لكم وبعطي لكم حلول احكم مع منتخب البرازيل زي بدكن من هلأ ها من هلأ هلأ بهلأ هزا احتي مع منتخب البرازيل تمام انه بشهر التاسع تلعب مباراة ودية والله رح يلعب معك وبكسر الهاء كمان رح يلعب معك ليش؟ فيه تنسيق فيه امور يعني بديهية اما قبل بعشر تيام قبل باسبوع تحكي مع البرازيل انك تلعب مباراة ودية بيلك فروق اجري اندي بدكت لعب مباراة ودية معي بهالفترة هاي هادلي صغير طب شو اشتغلت اللجنة المؤقتة فقط عم نسمع وعود 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 في بداية كل عام المنتخبات الاندي العالمية بتحط روز نعمة تمام بتجيب خلينا نحكي على قارة آسيا بتجيب موعيد مباراة المنتخب على مدار السنة ايام الفيفا والمباراة الرسمية بجيب قائمة الانديا ان كان المشاركين بكأس التحاد الاساوي او بدوري ابطال آسيا بجيب ايش في موعيد مطولة للفئة العمري اولمبي شباب ناشئين اشبال بحطهم عندي بفرضهم قدامي تمام على هذا الاساس انا بعمل روز نعمة بخصص الدوري الدوري بتاريخ الفلاني رح يوقف اه 12 يوم 13 ما بصير خلص شي مقدس خلص ما بصير 13 ما بصير بيحدقول ال 12 يوم عنا مباراةين وديات مع المنتخب الفلاني بروح المنتخب بلعب هالمباراةين برجع بكاملة دوري هذا على صعيد المنتخبات وعلى صعيد الانديا هاي هي الرز نعمة والله ما بدتني نحكو فيها يا رجل عطونيها أنا بظبطة إذا بدتكن أنا بظبطة عندي ما بدتني نحكو فيها بحط أوراق المطلوبة كلها قدامي بتعذب لي الساعة أيام الفيفا مبيني بوطولة الاتحاد الآسوي مبيني دوري أبطال آسيا مبيني بوطولة الشباب الناشئين مبيني على الأساس بمشي دوري بمشي لمنتخب وبمشي كل شي على كيفي أنا أنا اللي عم بحط روزنامة بس شو اليوم الاتحاد المؤقتة أو لجنة المؤقتة شو عملوا لحت اليوم ما هني ما عندهم شغلة وعملة غير فلان أخذ مرته على الإمارات فلان استبعد اللعب فلان من طرف الفلان لك شو باكون حصابات عصابات والله 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 اللي اسمه الله من شوي كنت عبا تابع مباراة الهلال والشيلسي ما كملت المباراة عرفت شي اسمه رياضة عرفت شي اسمه حدا بترك هيك مباراة تشيلسي والهلال قمة بس رفت شي اسمه الرياضة بس يعني يعني صرنا نكره بعض نحن هيك هيك عصابات بتشوف الإعلامي محسوب لطرف فلان بتشوف المدرب الكبير محسوب على أشخاص بتشوف القنوات اليوتيوب حتى قنوات اليوتيوب بأغر فدرة صار عصابات وشلال ناس محسوبين على هدول ناس بللك أخبار حزرية ناس بللك شو باكن يا جماعة الخير بالنهاية هاي رياضة نحن عاملين القناة للتسلعية شو باكن نازلين جلدوا بعض ارحموا بعض صفحات الفيسبوك كذلك الأمر كلها سب وما سب وشتيمة بالعغرض وبالأخت شو باكن والله الرياضة تسلعية جماعة نحن أخذناها تسلعية شلالية عصابات الحق وعلى فكرة حتى بالفن بالفن هذا الشيء موجود من شوية كان في فيديو تابعت فيديو لهذا الفنان معنا عبد الحق نازل شتم عم يحكي على الفنان عباس النوري لك يا رجل يا معنا عبد الحق مين أنت تعمل تحكي على الفنان عباس النوري مجرد الفنان عباس النوري حكى رأيه على إزاعة المدينة قامت الدنيا وما قاعدت عليه شبك عصابات شلالية اللوبيات وحدوا الله حبوا بأخط مشان الله سبحانه وتعالى يوفقنا عن جد أصبح أمر مغرف بسوريا أخ ما بحب أخوه فلان ما بحب فلان صفحات الفيسبوك بتعالي صفحات الفيسبوك برامج تلفزيونية محسوبة عندهم أشخاص فقط مختصين أنه يجيبوا هذا اليوتيوبر وهذا المبعرفين ما بتعرف أرعة أبو مني طب شو هدفك من البرنامج شو هدف القناة ما هيك الرياضة لك شوفوا روحوا على الإمارات شوفوا بالسعودية شوفوا الناس كيف عملت عامل مع الرياضة لك روحوا على أردن شوفوا بالعراق إلا نحن مكانك روحوا بنهاية الفيديو تعرفوا شو بدنا نحن؟ بدنا عقوبة من اتحاد دولي تجمد الرياضة أربع سنوات مشان يعرفوا إن الله حق مشان تعرفوا تشتروا ببعض انتهت السلام عليكم تعليق كلا سنوات شكرا لكم